ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله مع مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيقات الترسل الفوري يوثق لإقدام جانح على تجريد فتاة من ملابسها والتحرش بها جسديا بالشارع العام فيما تكلف شخص آخر بتوطيق هذه الأفعال ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الترسل الفوري وقد أظهرت الأبحث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن أن هذه الواقع تم تسجيلها بمنطقة بخالفة بمدينة طنجة وأنها لم تشكل موضوع أي إشعار أو شكاية من طرف الضحية في حين أسفرت عملية التشخيص عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي الذي يوجد حاليا في حالة فرارة بينما تم توقيف القاصر الذي يشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوتيقها في شريط مصور ونشره بواسطة الأنظمة المعلوماتية هذا وقد تم إخضاع المشتبه فيه القاصر لإجراءات البحث القضائي الذي تشرف عليها النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بينما تتواصل الأبحث والتحريات لتوقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في هذه القضية اشتركوا في القناة